فش على فريق كرة اليد بالنادي الأهل واستعداداته القوية الخوض البطول الأفريقية هيخود البطول الأفريقية في ساحل العاج استعدادات مكسفة كنا كان معانا كابتن عاصم حماد عن قريب هنا في البرنامج وكلمنا معايا عن فريق كرة اليد وقال إن احنا بنستعد من خلال الدور المصري من خلال الدور المصري لعبهم مباراة نأصلهم مبارتين حيسفروا على منتصف الشهر إن شاء الله بإذن الله وهيطلعوا على المغرب من المغرب على ساحل العاج لكن القرعة طلعت بتاعة المجموعات بتاعة النادي الأهلي النادي الأهلي نازل فيه مجموعة نادي فونكس الجابوني مع نادي ريد ستار كودفوار نادي فاب الكاميروني ونادي يو اس اي من بوركينا فاسو المجموعة الثانية ضمت نادي الزمالك نادي مولدية الجزائر نادي رجاء أغادير المغربي نادي جي اس كي من الكونغو ديمقراطية نادي بيترو سبورت من الكونغو برازافيل لازم نكون عارفين نادي الأهلي مسافر هو حامل اللقب أو الدوري المصري نادي المسافر حامل لقب البطولة البطولة صعبة نادي الأهلي لسه كازبان بطولة الكؤوس حط رجل جوة مباراة السوبر اعتقد ان هو نادي الأهلي عايز يرجع ويكون حامل لقب البطولة دي لان حاجة مهمة جدا بالنسبالهManage في البطولة دي ياخد يلاعب في الماتش السوبر تاني بطولة الكؤوس أو تاني أبطال الكؤوس وده هتكون أسهل كتير من أبطال الدول